السلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع مسك الختام ربنا ينزقنا إياكم حصن الخاتمة ومسك الختام ولزة اللحظة التي نرقى فيها المولى عز وجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والله يا جماعة لو عشنا على لا إله إلا الله يقينا وبحسن ظن بالله سبحانه وتعالى هنموت على لا إله إلا الله عيش لدينك وعيش لله وخلي حياتك كلها أسوتك وقضوتك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدقني هتعيش سعيد وهتموت حميد وتبعث يوم القيامة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم فاكر لما النبي قال لفابت ابن قيس يا فابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك جميل أوي أن أنت تعيش حياتك كلها وشعارك قل إن صلاتي ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جميل أوي أني بقى في كل لحظة عندك إقبال على الطاعة عندك إقبال على اتباع سنة نبع السلام ولسان حالك وعجلت إليك رب لترضى أنا ما أقدرش أستمنى أنا مشتاء للقائك يا رب العالمين عشان كده لقاءنا لله دي وإحنا قلنا هندي نمازك طول الشهر شعرنا اللي بنرفعه وماذا أعددت لها جهزت نفسك للقاء لو أسأل نفسك الآن قبل ما نبدأ الحلقة عايزك تسأل نفسك واسألي نفسك أنا لو مقت دلوقتي ووقفت بين إيدين ربنا وسألني قدمت إيه لنفسك عبدتني فعلا ولا ما عبدتنيش قدمت إيه لدينك خدمت ديني بإيه إيه الخدمة اللي أنت قدمتها عشت مسلم ومقت مسلم لكن قدمت إيه لدينك الجميل ده حسيت بقدر هذه النعمة حسيت بقدر الإسلام ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي قطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم جميل أو أن أنت تعيش لدين الله سبحانه وتعالى ولخدمة دين الله تعالوا نشوف المثال الجميل وإحنا قلنا هندي نمازك جميلة لناس ربنا رزقهم مسك الختام عشان نشوف عمل ونختار وننشن ونتمنى ونشتهي واحد فينا يتماني يقوله يا رب يا رب رزقني يا رب ميتة حسنة يا رب رزقني الميتة أموت وأنا ساجد والثاني يا رب رزقني الموت وأنا يعني بقرأ القرآن والثالث يا رب وأنا بطف حولين الكعبة والرابع وأنا بقبل إيد أمي والخامس وأنا يا ربي بقدم مالي اليتيم ولؤمة لليتيم والخمسة تقول يا رب رزقني لزة الموت وأنا لبسح جابي والخامس والسادس والسابع كل واحد هيتمنى مسك الختام ومسك هيفرق عن مسك لكن في النهاية هو مسك برضو ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام ضفنا للادي هو الصحابي الجليل جلايبيب جلايبيب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان حزين التارى كان حزين ليه هتعرف دلوقتي رح للنبي صلى الله عليه وسلم ويبخته يعني يوم يزعل يروح للنبي فرح للنبي قال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله شو بقى الحوار يعني يدمي القلوب بيقول له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة خلقتي هو كان دميم الخلقة رضي الله عنه وارضاه فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة فغضب النبي وقال لا لا تمنعك من دخول الجنة فقال جلايبيب فلما لا يزوجني أصحابك كلما خبط على باب واحد عشان يجوزني الباب بيتقفل وما حدش عايز يجوزني فالنبي لما سبع منه كده قال له اذهب إلى بيت فلان وقاله يعني واحدة أخت فاضلة ما شاء الله من خيرة الأخوات اللي تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وعرفة يعني يعني بيت ما شاء الله يعني فقال له اذهب إلى بيت فلان وكله رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك فذهب جلايبيب إلى بيت هذا الرجل وطرق الباب ففتح فأول ما شافه يعني حصل له شيء من الغضب قال ماذا تريد قال رسول الله يطلب ابنتك فتبسم وقال نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله وإحنا نلاقي زوج لبنتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنه لا يريدها لنفسه قال فلمن فقال يريدها لي فقال الرجل ولم يتمالك نفسه قال أما وجد غيرك يعني شو سبحان الله ما قدرش حتى يمسك نفسه ويقول كلمة كده قال أما وجد غيرك وإذا بأم الفتاة داخل البيت تقول من على الباب قال جلايبيب قالت وماذا يريد جلايبيب قال يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنتك قالت نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله قال ولكنه لا يريدها لنفسه قالت فلمن لأبي بكر أم لعمر أم لعثمان أم لعليه أم لمن قال بل يريدها لجلايبيب فقالت المرأة نفسه الكريمة أما وجد غير جلايبيب أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عليه وإذا بتلك الفتاة المباركة الميمونة التي ترفض أن تخرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة فقالت ماذا تصنعان بتكلم أمها وابوها ماذا تصنعان أنت تتأملوا إيه أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني يا الله فتاة تعلم أن العريس اللي متقدم لها دميم الخلقة لكنه رجل مؤمن رجل فاضل فتقول طالما النبي أمر بذلك خلاص ثم قالت وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أخت الفاضلة لو كنت مكانها كنت هتعملي كده ولا كنت هتقولي لا طبعا ما تجوزوش أجوزو إزاي دم ما كانش يبقى شعر صفر وعيني خضر ويعني منظره كده ستايل أنا يعني أنا راح أداءات في النفس بالحياة سبحان الله شوفوا بقى الامتفال لأمر الله ولأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثمر الإنسان الخير والسعادة في الدنيا والآخرة هو أعتنسه وماذا عددت لها وهو أعتنسه الهدف مسك الختام فقالت الفتاة قد وافقت على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب جولايبيب ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتاة وفقت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم جولاي بيب كان فخير جدا هيجهز بقى عشة زوجية عشة زوجية بقى مش زي بحنا فاكرين يعني مش سالون وانطري ومكيف وديب فريزر ومش عارف ايه وعربية يعني مش عارف عاملة ازاي ابدا حصيرة وصحفة وشاملة وابريق ويعني حاجات حاجات اللي احنا بنوينها يعني سبحان الله وبدأ عايز يجهز بقى العفش بتاعه فراح عشان يشتري فسمع منادي الجهات في ليلة احد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي كان مخير حبيبي بن حكتين بين انه يروح يجهز عدة الجهات اللي هيجهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى وبين انه يجهز عشة زوجية وما سدق ان زوجها فاضلة وجميلة ودينة وختمة الكرآن وماشاء الله اختي من بيت فاضل هتقردت انها تتجوزه فكان مخير بالامرين اما انه يتجوز بقى ويعيش زي وزي الناس كلها واما انه يروح يجيب السيف والدرع والرمح والسهام عشان يروح يجاهد في سبيل الله فاثر انه يجاهد في سبيل الله خايف ان النبي يرده لان النبي ازنه في اليوم ده انه راح يتجوز خاف ان النبي يرده فعمل ايه فرح متلثم عشان محدش يعرف انه هو جولايبيب خارج جولايبيب رضي الله عنه ارضاه ودخل في غزوة احد وقاتل قتالا شديدا حتى قتل واذا بالنبي بعد الغزوة قلبه حاسس صلى الله عليه وسلم طبعا فراسة النبي ليس بعدها فراسة صلى الله عليه وسلم حاسس انه جولايبيب ده النوعية ديت من الناس لا يمكن ابدا يروح يكونوا جاوز واسهب المعركة والجهاد فقال للصحابة هل تفقدون من احد من اللي قتل في غزوة احد ها أقولوا لأسماء الناس اللي قتلت قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا مرة تانية هل تفقدون من احد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا في المرة التالتة قال هل تفقدون من احد قالوا نفقد فلانا وفلانا قالوا ولكني افقد جولايبيبا يا الله النبي ما ينساش اصحابه ابدا يا جماعة النبي كان قاعد مرة في المسجد بيصلي ويتدور اين الثابت ابن قيس قال يا رسول الله لا نعرف فرح منها دعا سعد ابن معاذ انت جاهل ثابت ابن قيس قال اجل قال هل به من مرض قال لا يا رسول الله قال اذا فاذهب اليه واخرئه من السلام وقول ما الذي جعلك تعتزل مسجدنا بقالوا اربع خمس تيام ما بيجيش فراح سعد ابن معاذ لثابت ابن قيس قال يا ثابت رسول الله يقولك السلام ويقول ما الذي جعلك لا تأتي الى مسجدنا فقال شر يا سعد قال ما هو قال نزلت تلك آية وكان ثابت ابن قيس كان خطيب النبع السلام كان هو لما بتجي الوفود كان يوم يخطب وكان صوته جهوري وقوي جدا وجميل جدا ومؤثر جدا فكان صوته بيعلى فوق صوت النبي غزب العلم ده بيخطب ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا فقال إذن فقط حبط عملي وأنا من أهل النار فعادث سعد ابن معاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يقول وهكذا فقال ارجع فكله لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة يا الله واللواية عند مسلم في الويت أحمد أني ثابت ابن قيس رح جايب للنوع السلام وقال يا رسول الله قد حدث كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك فعاش حميدا وقثل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينتق عن الهواء النبي ما ينساش حد أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوا فبكى النبي ونظر إلى جليبيب وقال قتل سبعة ثم قتلوا هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى يدفن للنبي صلى الله عليه وسلم وأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وفقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول رو الحديث فكانت من أغنى نساء المدينة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفت خاتمة السعادة جولايبيب النبي بنفسه خده على قديه ونزل دفنه ودعا له دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم دي ثمرة من ثمارات الاستجابة الاستجابة ما احنا يسا منقود شعرنا يا جماعة وماذا أعدادت لها استجابت الأمر ربنا ولا ما استجابتش استجابت الأمر نبينا ولا ما استجابتش لما جاءك الأمر من عند المولى عز جل لم تشربش الخمر ها شربت ولا بطلت لما جاءك الأمر من عند ربنا ما تتعاملش بالربا ها سحبت فلوسك من بنك ربا وحطتها بالبنك إسلامي ولا برضو مصر لإنك سمعت واحد آلف مرة إن الربا حلال ها لما جاءك الأمر إن انت ما تتخشت صاحبة ولا صديقة والعشيقة والكلام ده كله ها اتخلصت من الكم بوي فرند والجرل فرند اللي عندك ديت وخلاص تبتي إلى الله صفحة أقولت خلاص أنا مدومت أنا بحب هذا الأمر يبقى في الزواج الحلال الذي أحله الله عز وجل لم يرأي بذورية صالحة تتابع رسول الله صلى الله وسلم ويباهي بها النبي الأمم يوم القيامة نيات جميلة وعبادات جميلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضها أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكوب له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام؟ أكان عليه بها وزه؟ قال بلى قال كذلك إذا جعلها في الحلال كان له بها الأجر حبيبي في الله ده أمر والاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله سلم يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا الله أصل الجنة ملاجر طريق واحد ملاجر مي الطريق هي طريق واحد بس إيه هو الطريق ده طريق واحد بس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سيدنا ابن مسعود يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم رسم خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه سبيل الزنا الشيطان عليه بيدعو إلى الزنا سبيل الخمر شيطان بيدعو إلى الخمر سبيل التبرج شيطان بيدعو إلى التبرج سبيل الرباء شيطان وهكذا ثم قرأ النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل لا يمكن حد أخوي أو حبيبي وأخت الفاضلة لا يمكن حد يخش الجنة إلا إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دي معروفة كده شوفنا خاتمة السعادة شوفنا مسك الختام لسيدنا جولايبيب عايزك تقلل سيدنا جولايبيب كان قدامه أن يتجاوز وفرصة عمره زوجة جميلة دينة من أسرة طيبة متدينة ختمة القرآن عارفة سنة النبي عليه السلام عارفة حق الزوج إنسانة من بيت فاضل والنبي اللي من أهله ورغم ذلك أثر أن يجاهد في سبيل الله وأن يهرى قدمه في سبيل الله مع أنه يتزوج زوجة وما سد إنه لأي واحدة توفق عليه مين يعمل كده مين يستجيب الاستجابة السريعة دي نهاردة تسمع حي على الصلاة حي على فلاح أقوم ولا ما أقومش طب الأكل أصلي الظروف سبحان الله لكن مين اللي بقى يمتسر قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت كرة عيني في الصلاة أول ما يسمع الأذان والله من قبل ما يسمع الأذان اللي بيحب ربنا وبيحب يقب من إيدنا ربنا يسأل العصر بدا كام أربعة ونصف أربعة وثلثة أن يكون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءت من النفاق وبراءت من النار سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله سعى سيد التابعين بيصلي بيقول صليت خلف الإمام أربعين سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام أربعين سنة يا جماعة مش أربعين يوم أربعين سنة خلف الإمام لم تفتوا تكبيرة الإحرام رضي الله عنه أرضان يبقى إذن الاستجابة وما فيش للجنة لطريق واحد حبيبك صلى الله سنة ما يقوله كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا كل أمتي كل المسلمين هيخشوا الجنة إلا بس صنف واحد إلا هيرفض اللي مش عايز الجنة قيله ومن يأبى يا رسول الله لا حد يوف يخش الجنة قال من أطاعني فقد من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا يا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند التلمذية بسند صحيح خب بالك من المنامل والرؤية الجميلة التي رأاها النبي صلى الله عليه وسلم واطلع منها فيدى جميلة أوي أن أنت تمتسل أنت تمتسل أمر الله وأمر رسول الله وأنت تسارع أول ما تسمع عالم العلماء شيخ من المشايخ داعية من الدعاء سمعت منه كلمة النبي كان بيعمل كذا نفذ نفذ وقاله على رأبتك سبحان الله سيدنا عبدالله بن عمر في يوم الآن كان ماشي مع الصحابة في صفر من الأصفار وهو مسافر جيه عند حجر معين وخلى الدب بتاعته النواقة بتاعته تلف حوالي النفسها تلات مرات ويجي عند الصخرة دي وينزل برجله اليمين ويصد ركتين والصحابة وقفين مستغربين مش عارفين هو بيعمل كده دي فبعدما سلم قال لهم قد رأيت عجبكم أنا شاف أن أنتم مستغربين ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المكان في المكان ده بالضبط فرأيته فعل مثل ما فعلته فأحببت أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقى عبدالله بن عمر فاكر من عشر سنين أن النبي كان في الحتة دي وصلى في المكان ده فحب يصلي في المكان ده مع أنها ما يش سنة ده هي وافقت بس ان النبي كان في المكان دو وحبي صلي نزلي صلي فحبي عبدالله بن عمر يؤلد النبي في كل صغيرة وكبيرة رضي الله عنه وارضاه اسمع النبي بيقول ايه كما عند التلمزية بسنة نزعية قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال احدهما لصاحبي ادرب له مثلا ادرب ايه له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك وعقل قلبك انما مثلك ومثل امتك خبالك بالمثل بقى العالدة انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك ابتنى دارا بنى دار كبير او ثم جعل في تلك الدار بيتا ثم اعد مأدبة مائد الطعام ثم ارسل رسولا يدعو الناس الى طعام فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من ابى خبالك بقى تفسير الرؤية ايه قال جبريل فالله هو الملك فالله هو الملك والدار هي الاسلام والبيت هي الجنة البيت هو الجنة وانت يا محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن اجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة اكل ما فيها الله يطرها تخش البيت ويطرها تخش الدار ويطرها تطيع كلام النبي ويطرها تطيع كلام النبي ويطرها تخش الجنة وتأكل ما في الجنة ام سترفض وتبتعد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المولى عز جل يقول وان تطيعوه تهتدوا علق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفهم متأصلا عند الصحابة فقد ورد عند مسلم عن ابن مسجد قال ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم أي والله احنا كنا فيين يا جباعة من غير سنة النبي ده احنا ولا كان لنا قدر ولا قيمة ولا اي حاجة عايزك طول ما احنا مشون بنتكلم عن الاتباع وسنة النبي وطاعة النبي ما تنساش المسل مسك الختام جولايبيب اللي فضل ان هو يموت شهيد عن انه يكون عريس وينم مع زوجته وعيش اجمل ليلة في حياته استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسنة الصعي تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض شو بقى نمازج الجميلة في حياة الصحابة كلها نمازج الطاعة والاتباع لرسول الله دون ان يضعوا الموضوع على مسألة بقى نقسها بالعقل نشوف بقى الكلام ده يناسب ولا ما يناسبش طب حجاب قص الدنيا حرق الظروف وجوازه طب والعريس هشوفني ازاي اطيع الله واطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا هيكلمك بافضل زوج في الدنيا كتير من الاستغفار كتير من البنات وادعي لربنا يرزقنا بزوج الصالح هدعي لك لكن انت كتير من الاستغفار اتبع النبي اطيعي امر الله وامر رسول الله لأ وربنا هيكلمك مش ربنا هلقال كده ومن يضطق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تبقى قاعدة لا انت منتظر عريس ولا عامل حسابك في عريس وتلاقي العريس جهالك وتلاقي افضل انسان واحسن انسان في الدنيا وجهالك وطرق الباب وهو اللي عايزك وهو اللي شريكي شوف سبحان الله الطاعة والطاق وقد ايه جميلة ازاي شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح لراجل صالح من مدين وسقى للبنتين وجاب لهم المية وعمل كل دوة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ربنا اكرمه بسبب التقوى ديت ربنا اكرمه بايه بعروسة ووظيفة سبحان الله البنت اللي ابنة باقعة اللبن اللي امهة قالت لها يا بنيتي هاتي الماء حتى نمزق اللبن بالماء قالت يا امهة ان اميرة المؤمنين عمر نهان عن مزق اللبن بالماء قالت وما يدرى اميرة المؤمنين عمر انه الان نائم في فراش قالت البنت يا امهة ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا فكانت النتيجة ان ربنا اكرمها بعروسه مش اي عريس ابن امير المؤمنين عاصم ابن عمر اتجوزته انجبت له بنت سمتها ليلة وكنتها بام عاصم ليلة او ام عاصم اتجوزت حاكم مصر عبدالعزيز ابن مران فانجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبدالعزيز الذي ملأ الدنيا كلها عدلا وزهدا رضي الله عنه ورضاه هي ديت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم الحيث لا يحتسب اوى عن انسى وماذا اعددت لها جاهزوا نفسكم زباطوا نفسكم شوف جوليبي بعمل ايه ويعمل زيه اتعارض عليك زوجة وانت محدش أصلا مفيش حد يفتح لك باب الكل رفضك وربنا يصلك بزوجة صالحة في نفس اليوم يا خيل الله الكبير رحت وضحيت بنفسك وحياتك ابتغاء مرضات الله وما دخلت شعز زوجة ديت عشان ربنا يكرمك ان شاء الله بـ 72 زوجة من الحور العين وده وعد الصادق صلى الله عليه وسلم حينما قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوطة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع فيه سبعين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويشفع فيه سبعين إنسانا من أهل بيتي ليدخلوا الجنة يا الله إيه الجمال ده كله وإيه نعم ده كله الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضها لما أراد النبي أن يحطم الطوابق الفارقة الطباقية اللي موجودة في المجتمع ميفش حاجة يسمعها غنيهم فخير إن أكرمكم عند الله أتقاكم عرض عليها مولى من الموالد زيد بن حريف قلتوا لا طبعا زينب بنت جحش رمين ده بنت عمة النبي الحسيب النسيب الجميل القراشية الوضيئة الغنية التي يتمنى كل حسيب ونسيب فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة وأمرهم فقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزواجها زيد وبعد سنة الله فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطلا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها كانت تجلس مع زوجات النبع السلام تتفاخر عليه وتقول زوج كنا أهالي كنا أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات الله أكبر سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ورضا في يوم الآن يسمع النبي جوه المسجد بيقول اجلسه فجلس ابن مسعود سمع الأمر فين هو بره في الشمس فجلس في الشمس فلما انتهى النبي الحديث خرج قال ما الذي حملك على ذلك ابن مسعود قال سمعتك وأنت تقول اجلسه فكرهت أنه آخر أمرك يا رسول الله أنا قاعد في الشمس بره لأنه انت قلت اجلسه وأنا سمعته وأنا بره معينه كان ممكن يخش جوه لكن لا أدبا مع رسول الله أخيرا أخوي وحبيبي عشان بتقول شعريكم بالله عليك تخيل أن النبي بيخبط على بابا كل الهدي هو عتنسى وماذا عددت لها هو عتنسى مسك الختام تخيل لو النبي دخل بيتك هيصر بيك ومنظرك وانت قاعد في البيت ما شاء الله عبادة وصلاة وذكر لله وتسبيح وتهليل وقراءة القرآن وتفكير وتحضير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحياتك كلها طاعة الله ولا يخش يلقى منكرات وبلاء وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ووقت الصلاة اللي بتنزل تصلي ولا بحج ببراطك ولا بيتك في أي حاجة تدل على أن ده بيت إنسان مسلم متبع للنبي عليه السلام تخيل بقى ساعتها ممكن تفوز بمسك الختام ولا النبي يقول لك صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير ولا يكون مسك الختام أخوي وحبيبي والنبي في اللحظة دي يقول لك بارك الله فيك موعدي معك على الحوض ويددي لك معاك زي مدى معاك للأنصار وقال إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يا طالة هتبقى دي ولا دي أتمنى أخوي وحبيبي وأتمنى أخت الفاضلة يبقى لي نوليكم مسك الختام عشان كده أنا من باب البشرة وإن الله مع السلام قال لا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا من باب البشرة بقول إن شاء الله تكون مسك الختام لنا وليكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله عليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته